مرحبا بكم وعيدكم مبارك أنا زينب الشمعي اليوم رح أحكي وأجاوب عن بعض الأسئلة بخصوص القرآن نظري التطور هل أنه النظري التطور صحيحة هل أنه الدين يعارض العلم هل أكو شي بالقرآن يعارض نظرية التطور شنو تفسير بعض الآيات القرآنية اللي ممكن البعض يفتهون منها ظاهريا بأنه الإنسان مخلوق منطين مباشرة يعني مثل صدر مخلوق بالسماء ونزل للأرض سبب هذا الفيديو هو رد على بعض التعليقات الملحدين وهميا رد على بعض المتدينين اللي يعتقدون بأن نظري التطور يتعارض القرآن رأشوف أفضل شيء أنه أجاب عليه فيديويا أحسن من تعليقات فردية وأجواء فردية فأتمنى أن يكون هذا الفيديو شامل ومجيب لأسئلتكم أول شيء أيد أبين بأنه من أحتي على نظرية التطور فأيد أحتي على نظرية علمية مثبتة وأني مسوي فيديوهات سابقة عن ثبوت نظرية التطور من خلاله واي أدلة وتقدرون ضغطون على الشيطة الأربيض الفوق حتى تشوفوها أيضاً تقدرون تشتركون بالقناة حتى يعني تشوفون هاي الفيديوهات عبر الضغط عن السبسكرايب حتى تكون أجوبتكم وأسئلتكم مجابة عليها أهم شيء أبين بأنه أنا مو بصدد أنه أثبت نظرية التطور من القرآن يعني من أذكر نصوص دينية وآيات وروايات مو معناها أريد أثبت نظرية التطور من خلال هاي النصوص الدينية أو هاي الآية القرآنية بالغاية ما أريد أنه أريد أبين أنه أكو توافق بين النص الديني وبين هذا الاكتشاف العلمي ما أكو تعارض بيناتهم وأيضاً وحديثنا يثبت حقيقة الدين لأنه الدين ذاكر هاي المسائل قبل أكثر من ألف عام وسل علم الحديث قاعد يقربيها ودي أيدها رح أذكر الآيات القرآنية اللي بيها إشارات لمعارض غيبية وإلى التطور بالحياة بنهاية الفيديو نبدو بي أول آية واللي ذكرها صاحب قناة ملحدين عراقيين قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين السلالة هي المجموعة المنطقات أو يعني المستلة من غيرها لأنه متميزة والأفضليتها على هذا الغير اللي استلت من عنده فمعنى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني منه الإنسان الأرضي الأول خلق من مجموعة مميزة ومفضلة أو يعني سلالة وهذه السلالة تنتهي سلسلتها إلى الطين سلالة من طين هذا متعارف عليه علمياً فثبت علمياً أنه أكو أشباه الناس أو إنس ناس قبل آدم وهم من فصائل الهومو ريكتس النياندرتال الهومو هايدل بريونسز حتى الهومو سافيينز اللي كانوا عايشين بأفريقيا قبل أنه يهاجون الآسيا في حين أنه آدم من الهومو سافيينز اللي كانوا موجودين بعد الهجرة فآدم عنده أم وأب جسديين في حين أنه قصة الخلق كانت في السماء والحياة بالسماء تختلف عن الحياة بالأرض يعني الكون مالتنا بفيزياء وقوانين تختلف عن قوانين تلك العوالم العلوية أو السماوات وحتى هسا علمياً بعض العلماء يقولون أكو أكوان متعددة يقولون بأن الفيزياء أصلاً بديش العوالم تختلف عن عالمنا أما بالنسبة للطين شن هو الطين؟ ببداية نشأة الحياة كان أكو حساء مكون من حوامض أمينية يعني مركبات كيميائية أو بلورات أو جزيئات صلصال واللي كونت مركب قابل لنسخ نفسه والتضاعف وإنتاج الحياة الأولى فهي الآيات متشابهة وأحنا ما نقدر نجيب شيء مثبت ونقول بأنه شيء آخر متشابه دي عارضة فماكو أي قيمة علمية للي يجيب آيات قرآنية متشابهة حتى يرد نظرية مثبتة بأدلة علمية هذا أمر ما لأي قيمة علمية عند علماء الأحياء ولا حتى دينيا فهذه الآيات كلها متعارض نظرية التطور بشكل قطعي حتى واحد مثلا يقول أنه يعني الدين ما يجتمع ويا نظرية التطور أو أنه الدين يعارض العلم فمثلا ليجيب هاي الآية أنه بداية خلق الإنسان من طين ومن صلصال أو فخار هاي الآيات القرآنية ببساطة ممكن أنها في الخلق النفس ما دي نحشي عن العالم الجسماني عن نوع الجسماني وأنه نوع النفسي فقصة الخلق المذكورة بالقرآن تصف ما يحدث به السماء فالجنة عالم أنفس مو عالم جسماني مادي مثل هذا العالم الأحنبي كذلك نقدر نود بأنه خلق الإنسان بدأ منذ خلق الله الجينة الأولية أو البروتين الأول القابل لنسخ نفسه حيث أنه خلق من مواد كيميائية المتوفرة بهذه الأرض أو بتخبها أو من جزئات الصلصال وبهذا يصدق أنه الله خلق الإنسان من طين ومن تراب ومن صلصال من الأرض لأنه الإنسان هو هدف الخلق المراد الوصول إليه في الآيات اللي تتكلم عن خلق آدم من طين وتراب نقدر نفتمها بوجه موافق النظرية التطور بنفس الوقت أحنا نشوف أكو آيات ثانية واضحة في تأييد نظرية التطور قال تعالى خلقكم أطوارا إلى أن يقول والله أنبتكم من الأرض نباتة صورة نوح من 14 إلى 17 من يقول وقد خلقكم أطوارا الأطوار هي الحالات المتميزة المترقية المرتفعة فمن يقول قد خلقكم أطوارا يعني الله خلقكم بالماضي اللي تحققوا وانتهوا ومرتم بأحوال متعددة متميزة مترقية يعني أطوار جسمانية مترقية تصاعديا مرينا بيها حتى وصلنا إلى جسم يمتلك آلة الذكاء الفائق وبالتالي أصبح مؤهلا فاتصت بي نفس آدم عليه السلام قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقة ألم تروا كيف يعني إذا ردتم تعرفون شون خلقكم أطوارا فهي مسألة تشبه مسألة السماوات إذن في الأطوار إذا ما تحضحت لكم بالحجل السابق فهي مثل حال السماوات السابق اللي هي تتميز بأنه وحدها فوق الثانية وبعضها أرقاء من الثانية رتبتهم فهذه الآية وصلتنا إلى نفس النتيجة وهي أنه جسم آدم مر بأطوار ترقي مثل ما السماوات تدرج بأطوار وترقيات وحدة فوق الثانية والله أنبتكم من الأرض نباتا كالنبات أنبتكم الله والنبات ما ينتج مباشرة مثل ما درسنا بالمدرسة إنه النبات يمر بأطوار ويثرق فبدأ بذرة صغيرة وبعدين هاي البذرة تنبذر بالأرض وتسغي بالماء بعدين تنبت نبتة صغيرة من هاي البذرة والماء والطين فتكبر هاي البذرة من طوار إلى طوار حتى تكتمل وتبدأ بإنتاج التمر وهذا اللي حاصل أيضا مع خريطة الله الجينية البذرة في هذه الأرض اللي ثرقت حتى وصلت إلى مندهاها وحققت الغرض اللي هو الإنسان اللي عنده القدرة بأن يكون متصل بالغيب هذا الإنسان الذكي أو آلة الذكاء فسا بينت بأنه أكو هاي الأدلة عن نظرية التطور اللي هي مثبتة علمية وأيضا شفنا آيات قرآنية بأنها متعارض ويا هاي النظرية وحتى قلت الآيات اللي ممكن البعض يفتهمها بأنها تعارض مع التطور فبكل أحوال يمكن طوالت عليكم تقريبا صار لعشر دقائق فوصلت النهاية الحلقة أتمنى تكون الموضوع واضح إذا بعد عندكم أسئلة فعلقوا لي جو الفيديو حتى أنظر إلى أسئلتكم وإذا تريدون بعض تفصيل بالموضوع ممكن أسوي فيديوهات ثانية أو تقدرون ترجع عن الكتاب وهم الإلحاد لسيد أحمد الحسن لأنه يفسر هاي الأمور بالشكل الأوسع وذكر حتى توصل الفكرة للي ما عنده وقت يقل كتاب هخللكم رابط أسفل الفيديو للي ريدي تطلع عليه إن شاء الله وهي جو صلت نهاية الحلقة أتمنى لكم يوم حلو أشوفكم الأسبوع الجاي مع السلامة